اهلا بكم من جديد طبعا لها نعكسات كبيرة على صحتهم حتى وهم أطفال واحنا بنشوف الكلام ده وليه تأثير كبير جدا عليهم أسئلة كتير جدا هتجاوبنا عليها دلوقتي الدكتورة ماروة نوح استشاري التغذية العلاجية لمنورنا يا دكتورة ماروة صفحة خير صباح الفل أخباركو ايه احنا عايزين في البداية نعرف سبب المشكلة ايه السبب في السمنة عند الأطفال هل هي عادات غذائية خطأة ولا ممكن ترجع إلى عام الوراسي طيب خلينا نفتكر كده ونفكر دلوقتي زمان مثلا من 20 سنة كان فيه نسبة السمنة دي عند الأطفال لا مكناش بنشوف حالات في العيادة خالص مثلا أطفال اللي حصل دلوقتي الوسترونيزيشن أو اللي هو التمثل بالغرب في الأكل ده عمل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا للأم العاملة كمية المحلات اللي فتحت في كل حتة في المدارس وفي الجماعات يعني الجماعات بيبقوا أكبر شوية بس نقول في المدارس في النوادي حاجات دي كلها خلت الأمور سهلة خلت الولاد ما بتاكلش أكل صحي خلت فيه نسبة سمنة عالية جدا مش في مصر بس في العالم كله عند الأطفال بتقدل مشاكل طبعا وكمان أكترها للناس بتاخدش بالها منها مشاكل في النمو لأن الهرمونات دي في الآخر بتتعامل من المواد الصح اللي احنا بناكلها ففيه تأخر نمو كتير جدا فيه نمو بصورة غلط زهني وجسمي يعني في سيولوجيكل كمان فالموضوع لأ ألارمين جدا احنا عندنا كمية أمراض بقت دلوقتي في الأطفال كتير جدا لما جلنا طفل في مرحلة ما قابل السكر أو عنده سكر أو عنده مقاومة إنسولين هو لسه 8 و 10 سنين كنا زمان نسمح السكر ده الناس اللي كبر تم كبر جاله سكر فطبعا على فكرة ساعات كتير كمان بيبقوا بيلعبوا رياضي بيبقوا في النوادي دي نتجة لإيه الولد خلص تمرين حرق مثلا 300 كالوري ده لو حرقهم طلع أكل وجبة من الوجبات اللي موجودة أو حاجات الحلوة اللي بتتبع أخذ ألف سعر عليه من غير ما الأم تاخد بالها زي ما منا بتقول ده حرق لا هو حرق قد إيه وأخذ قد إيه بلاش أخذ إيه من الوجبة الألف سعر اللي خد إيه المواد اللي خد خد دهون مش صحية يعني لسه كان حد عندي يعني أب وأم الطفل عنده سنتين عنده ارتفاع في الدهنيات ومش تخين زي ما تخيله بيأكل غلط يمكن زي ما قلت أنا عايزة أقافك أنت شو أخذ بالك أن شكل الثقافة وشكل الوعي عند الأهل اختلف يعني شازلي كاليسة بيسألك على أنه الولاد بقى فيه سمنة عند الأطفال إحنا زمان كنا ما نشوف الولاد حلو ومكال بس كده نتبثل الله ده باشو الله ده يمن العين ده ابن عز بالزبط أنت لسه البقتي حدريك بتقولي طفل عنده سنتين ومش عنده وزن زيادة وبالرغم من كده أهله عملوله تحليل ولقوا عنده الدهون علي الوعي والتفكير عند الناس صح بقت الناس إدوكيتد أكتر بس دي سلاحزوا حدين الناس بقت فعلا وعيا وفعلا بتاخد بلا وفعلا بيجيبوا الولاد العيدات بس إحنا بنقول تملي بالنسبة للأطفال بالذات يعني إحنا ككبار منا أو محمد أنا عايزة خص يا مر وحامل والله يتعمل كذا 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 أنا صاحب قراري أنا دايما عايزة خص يا مر كلنا عايزين نخص على طول أنا دايما عايزة هنتكلم عن الموضوع ده والصيف بس الفكرة في الأطفال أنا اللي متحكم فيهم أنا اللي بجيب الأكل أنا اللي بديله فلوس أنا اللي بشتري له بيكون طفلة عنده سنتين أو تلاتة أو خمسة أو سبعة أنا اللي بتحكم بديله إيه في المدرسة صحيح الأولاد المشكلة إن أنا ببقى ممكن ساعات عندي وعي وبقيت الولاد جايبين حاجات تانية فالولد يسيب أكله وشمعنا وياكل أكل التاني لو كله اجتمع وفي فعلا مدارس مثلا بتمنع إن يجي العصير المعلبة إن يجي اللي هي الحاجات سان بيشاتش وكولاتة إن بيكل سبريد ده ليه على فكرة مش عشان السمنة بس بتمنعهمش على الولاد الأوفر ويت بس أو اللي عندهم سمنة بتمنع عن كل أولاد لأنهم مش صحيين حتى بتأثر على الوظائف الدماغية بتأثر على التركيز بتأثر على الهايبر أكتيفتي اللي بيتعنده أولاد كتير قوي بنسمحها إن الولاد أكتيف قوي أضرار صحية فضيعة غير كده إنهم بتعرضهم للأمراض أكتر يعني بصورة أسرع يعني اللي بيبتدى يجيله بوادر سكر أو مقاومة إنسولين فهو أصلا عنده ريسك فاكتر عنده جيناتك يعني بريدسبوزيشن أكتر إن أنا ممكن يجيلي سكر أما بتدي بقى وأنا 8 و9 و10 طبعا ده هي دي أول عرض بيطلع وليه أعراض مش عارفة سواد هنا ده خلاص داخل في سكر العلاج بتاعه بس يعني ما بيروح لدكتور غدد يقوله العلاج تصبيت الأكل طبعا من الأول يعني إحنا عندنا أغلب العائلات مثلا في مصر وفي بلاد كتير عندنا اللي هي الرسك فاكتر للسكر تلوقتي أمراض الكانسر أكثر عرضة للسكر أمراض المناعية كترة جدا الأمراض الولاد الحاجات اللي هي خلل في التركيز والحركة والحاجات دي كترت جدا الأكل اللي عامل عامل كبير من ساعة تغذية الأم وهي حامل على فكرة لأن الولد بيبتدي يتكون الخلايا بتاعته منه والأم حامل فبتركز كمان على الأم الحامل بتاكل إيه ناس كتيرة جدا من الولاد دلوقتي عندهم بلغ متأخر الهرمونات مش مظبوطة ليه لأن الهرمونات من الأكل أنا مش باكل صح بدخن أو شكل ابن عز أو جسمي كويس على فكرة بس مش باكل صح فالوعي التغذوي بقى مهم جدا مش حكاية الوزن أو فيه سوء توزيع للدهون يبقى الطفل رفيع بس عنده دهون في منطقة البطن دهون منطقة البطن دي بالذات أخطر دهون الدهون الحشوية دي هي اللي بتعمل كل الأمراض هي اللي بتعلي على فكرة الدهنيات في الدم هي اللي بتجيب لنا مقاومة إمسلين ثم سكر هي اللي بتأثر بعد كده على الضغط والشريين والقلب فهي أخطر دهون دهون البطن ودي الدهون اللي بتجي من الأكل الغلط من الدهون الجنك فود ومن السكريات والعصائر يعني حدلاتي ما عندنا روتين في اللونش بوكس العصير المعلق ده مايبسكر بس غير المواد الحافظة غير الألوان الصناعية كل دي أضرار على الجسم وعلى هرمونات وعلى المخط طيب أنا إمتى أقول إن الطفل ده عنده سنة مفرطة؟ لا ده فيه تشارت للأطفال للولاد والبنات فيها كيرف بناخده الطول والوزن ونشوفها الكيرف هو فين بنمشي على كده من كياسه بنشوفه منحنات النمو إحنا الكبارة عندنا حاجة اسمها body mass index أو مؤشر كتلة الجسم الولاد لغاية سن بنقول المفروض عندنا في الأطفال لغاية 18 ليهم تشارت الوزن غير تشارت طوله قدقية مثلا يبقى وزنه تقريبا قدقية لا هي لها بجد شارت لأن فيه كذا يعني فيه حاجة اسمها ده فوق وتحت الطبيعي ده بقى over weight فوق وتحت الطبيعي يعني فيه خط كده لو إحنا بينه نبقى يعني high normal low normal وفي النص فيه حاجة اسمها normal weight فيه حاجة اسمها over weight وفيه حاجة اسمها سمنة وفيه حاجة اسمها سمنة مفرطة فإحنا عندنا classification أو يعني درجات فيه تقسيمة فده لازم من على الشارت نطلع السن والطول والوزن السن كمان بيدخل في الشارت دي مش الطول والوزن طيب السمنة المفرطة في بعض الحالات بنسبة للكبار بيقى فيه تدخل جراحي وحاجات من ده بالنسبة لأطفال هل ده ينفع؟ لا قبل 18 سنة ما ينفعش تدخل جراحي خالص لأطفال لعشان هما في مرحلة نمو فما ينفعش خالص لأن مهما انكتل عمليات دي أمينة برضه بتفقدنا عناصر غذائية بنقعد لأول شهر ونص ما بنكلش وبيحصل لازم ناخد سبليمانتس ولازم ناخد حاجات بتتشيرب تعود لأكل نعرفش ناكل بصورة طبيعية فبيحصل دروب ده لو حصل في الأطفال في مرحلة النمو حيأثرها النمو بقيت عمره فبتنفعش خالص قبل 18 سنة يمكن كمان الهرمون فبتبقاش مزبطة قبل عمر 18 سنة أو عمر البلوغ كاملا فكمان بيقولوا نفسيا ما ينفعش العمليات دي لأن الولد برضه لسه ما اكتملش نموه أو البنت فزي ما قلت في أول حلقة هو مفيش حل في القصة دي غير إن أنا أضبط أكلي غير إن الأهل يكونوا وعيين إنف مش إن أنا بس أودي الدكتور أو إن أنا بس أعمل تحاليل إن أنا بس أساعد الولاد دي إن هما يكلوا صح أنا كلنا لازم ناكل صح بس كده في الأطفال بالذات كده يمكن أنا قلت قبل كده كان بيجي لي بنوتها 12 سنة والبنت كانت عايزة جدا إنها تخس وفعلا كانت دخلت في مقاوة إمسلين ومرحلة مقابل السكر وقالها عايزينها تخس بس للأسف هي البنت باشية مظبوط جدا خست في الأول بعد كده البنت يقست ليه الأب بيجي متأخر الأم تقوم تحمر بطاطس وتحمر مش عارفة إيه ويعودوا يأكلوا براحتهم والبنت قاعدة يا حرام المفروض نعم ده مدرسة من ريحة قاعدة يعني هي شايفهم بيأكلوا بني آدم طبعا يحمروا بطاطس يحمروا بطاطس نشر من الليل فطبعا البنت بقتمشي مظبوط تاكل أكلها على المفروض تاكلها هي عايزة يعني هي كمان عندها الإرادة أسبوع والتاني وضعفت فقلت لهم أنتو لو ما ساعدتوش البنت طب إحنا نعمل إيه بنعمل أنا عارفة أن في ساعات فيه ظروف لا ساعتها نحط خضر كتير نحط صلتة كويس ناكل مظبوط وكل اللي أنتو عايزين تاكلوه لو أنتو معنوه غلط للكل قبل ما تيجوا البيت أو برا البيت أول ما البنت تنام يعني مش لازم برضو نحط الأولاد في سترس نفسي لأن النفسية بتأثر جدا في الموضوع ده استنى ما ينامه صح استنى ما ينامه حمر بطلقس لا ما ينفعش مثلا يعني إحنا تمالي كنا حتى بنقول إيه لو في سيام رمضان وأنا عدا بشرب قدامك ما هو برضو وأنا عطشان مية من العطش ما أنا بني آدم فلازم نراعي نفسية الأطفال مهمة جدا لأن دي بننساها كتير قوي ما يبقاش إخواته رفيعين والولد عنده سمنة أو عنده مشكلة من الأكل الغلط وبتبقى جينات مختلفة والولاد بيأكله تجيل الأمي تقول طب ما أخواته زنبهم إيه ما هم رفاعين ما ينفعش وأصلا الأكل اللي أنت بتديه لأخواته أصلا مش صحي أصلا مش هيفدهم ما ينفعش ده يبقى بيتعاقب عشان باكل صح عشان عدنا فكرة العقاب الأكل الصح عقاب الأكل الغلط هو الحال حبيبي خلص الهومورك عشان أديك الشوكولاتة دي عشان ننزل للسوبر ماركت نجيب الحاجة الحالو عشان أطلب لك الوجبة المفرحة قنصب ده غلط أصلا طب ياخدوا إيه سندو تشاتوا هم راحين المدرسة زي ما أنت قلت في بعض المدارس بتمنع وفي مدارس ثانية ما بتتكلمش في الموضوع ده عارف يا شازلي الأكل الطبيعي اللي إحنا بنأكله في بيتنا أو كنا بنأكله زمان طبيعي بيض الفول وجبنا بس كده يعني يستحسن يكون عيش كامل الحب عشان يدي طاقة مستمرة مدة طويلة ما يبقاش العيش الفين لأنه بيبقى فيه سكر كتير وفيه دي أبيض كتير بلاش الحاجات اللي هي عش البلد يا برد ده جميل جدا بس الساعات الليات ما بتحبوش فبيحبو فيه دلوقتي معمول زي الفينو من غير إضافات السكر وفيه ألياف أكتر اللي هو البني مش لازم نحط حاجات تدي طاقة بسرعة وبعدين تجوع تاني زي الشوكولاتة سمتشاة الشوكولاتة اللي كنا بنقول عليها مالها الحلاوة مثلا دهون صحية فالدهون الصحية بتفرق يلدها جميلة وسمسم وكالسيوم طب مربع عليكي فالدهون صحية كالسيوم وفيها سكر فبتخنش الحلاوة بتخن بس احنا دلوقتي بنقول هندي صندوشات تدي طاقة لاحظ الولاد في المدرسة محتاجين طاقة لأنهم بيركزوا بيطلعوا بيبزلوا بيلعبوا في الفصحة وحاجات كده فالصندوش الحلاوة زي مالت وجود يعني احنا تعالي بيقول الوجبة بتشبع على أساس الماكرو نيوترينز أو مكونة من ايه مش سعراتها ايه يعني كلما تكون الوجبة فيها ألياف ودهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومعادل الحرق بيبقى أحسن والشبع بيبقى مدة أطول هي فكرة الولادة ما تاكل صندوش عيش فينه بالشوكولاتة هتشبع ممكن تاكل تلاتة ساعة وحتبقى جاعد تقل نبتدي بقى نروح نجيب مكانتين نبتدي ناخد من أصحابنا نبتدي ناخد بومبوني ناخد شوكولاتة بنخش في سيركل ما بتخلاص والأكل بيستسلوه وانا ليه أكل سندويتش البيض وقدامي سندويتش الشوكولاتة ما هم أطفال يعني برضو يعني فرحانين معزور بس كنت والله معزور ليه أنا ليه أصحى ستة الصبح وخمسة ونوص الصبح أحمر ناجت عشان أحطها في سندويتش يعني زيت أحطه في سندويتش عيش وننزل ويبرد وما يتكلش برضو والأمهات بتجيبه من بره إحنا مش عارفين مكون الناجت هل فيه فراخ فعلا ولا فيه حتة فرخة دي كده وحاجات تانية وكسبات طعم وحاجات كتير فلازم الأم تهتم من أنها تحضر الأكل في البيت الأكل اللي أولادة عايزة ناجت فيه مية طريقة للناجت الصحية تتعمل في البيت تيجع اسمها إيرفرير فيه حاجة اسمها فورد مش لازم نحمر ونديله ده يأكله كده يبقى أنا دمانة نخد بروتين خد نشويات من الطبقة اللي عليها صحية خد طاقة فلازم نحضر يعني لازم الأم يبقى تاخد وقت هو مش استسهال لأن الولاد بيعملوا بيضغطوا على أهليهم أنا جاية فيه فاصولية ولحم ورز أكلنا العادي كل الأطفال دلوقتي أنا عندي زهول والشباب لا بيأكلوا فكهة ولا بيحبوا الخضار كلهم عايزين يأكلوا مكرونة وبانية ناجت ولا كبار إيه؟ ولا كبار قدينا بنحاول مع الكبار هتلاقي ان انت بتاكل الأكل ده وانت عايز تخس بس كعقاب الطبيق والحاجات دي أه كعقاب باكل طبع السرطة كعقاب مش كده هو مفيش وعي احنا بجد اللي بيأكل صح وبيأخد فيتامينات وما تبيحرق أحسن ستبك من شكل جسمنا خالص دلوقتي أداءه الوظيفي بتاع الجسم بيبقى أحسن كتير نظام صحي سبنا بالوزن دلوقتي خالص طيب في النظام الصحي احنا تكلمنا عن الفطار بالنسبة للعشاء أي حد بيعوز يخس يقوله خلي آخر أكلك الساعة ستة الساعة سبعة وما تتعشاش واثنان لا وفيه الزبدةي بلمون لا لا لازي أرجوكي بلاش لا مهما ده اللي بيتقين أنا عارفة يعني الزبدةي بلمون طبعا ده أي كلام نمنعهم من العشاء طيب الأطفال ولا ممكن يتعشوا الأولاد لازم ياخدوا واجباتهم كلها يا الفكرة ما يبقاش العشاء أتقى الوجبة احنا العشاء إيه يلا نطلب بيتزا يلا نطلب جونك فود ده العشاء ما ينفعش أتقى الوجبة يبقى وانا داخل أنام فتقتي قريدي بتقل وحرق بيقل لأن ربنا مجهزنا كلنا أجسامنا بالليل للنوم فطبيعي بالليل الجسم بتجهز للنوم يعني الحرق قل وانا كده كده حاكل ونام فقريدي التخزين حيبقى أكتر وهطلع إنسولين اللي بيساعد على تخزين الدهون وبيقل الحرق لأنه كانت حاجة فيها نشوية عالية لابل ليل يعني لو طفل عنده سمنة يتعش عادي يتعش عادي بس يتعش ولا ياخد صمرت فاكهة مثلا لا 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 ما ينفعش طفل برضو مش هنعذب الأطفال برضو مش هنعذب الأطفال بالعكس الطفل بياخد واجباته كلها عادي هو أصلاً أصلاً احنا الكبار بنقول مافيش حاجة اسمها أو نظام التحريم أو التجويع ممنوع أصلاً. ده عندك كبار. ليه يا شازلين؟ نحن عندنا حاجة مهمة جداً زي ما قلت لك. انت بتاكل سلطة وانا متعاقب فانا بعمل دايت. باكل فاصولية أو ملوخية أو خضار عشان متعاقب. لو المايند سات ما تزبطش عندنا احنا. عمره ما هنعرف نثبته مع أولاد. هو مش عقاب هو ده الأكل الطبيعي. عشان كده ليه زمان كنا بنقول جدودنا؟ كانوا بيأكلوا سامنة بلدي وبيأكلوا لحمة. ما كانش في المشاكل دي. ما كانوا مش رووا سامنة البلدي. ما كانش في دهون المتحولة والتحمير الكتير والأكل اللي فيه حاجات حفظة كتير. ما كانش فيه دي اللي عملت مشاكل صحيح. الأكل الطبيعي بتاع خلقة ربنا. اللي مصادره معروفة. من غير ما يخش بروساسين كتير أو تصنيع كتير. هو ده الأكل الصحي. لو قلت بليه حياكل؟ عايز يأكل صندويتي بيت. صندويتي فول في عيش زي ما قلنا سحي مع تمط ميا وخيرايا. نفس الفطار يعني؟ أو يأكل زبادي مع فكهة. يأكل جبنة مع بطيخ. مفيش مشكلة خالص لأن برضو منتجد القلبان مهمة جدا للأطفال عشان الكالسي. مروى الولاد ما بيشربوش مياه. خالص. ما بقوش يحبوا خالص يشربوا المياه. مش حاسين إنها مسكرة. ليه بقى؟ كله بيجري بالزاد بقى في الصيف. يا إما على عصائر دهزة اللي هي مياه بسكر أو على مشروبات غازية اللي مع الوعي الأهالي بقى تقول لأ خلاص مش هتشربوا مشروبات غازية. فياخدوا المياه يعني يعني اللي هي فيها طعام عامية غازية ولكن غير سكر. يعني دي أقل ضرر من الحاجات التانية زي ما قلت بالزبط. الولاد ما بتشربش مياه دي مشكلة كبيرة جدا صحيا لأن احنا عارفين إن 70 لـ 75% من أكسامنا كلها مياه بتقلل حتى قلة المياه بتقلل التركيز وبتعمل فاتيج وبتفرق حتى معاللات اللي بتعمل بياضة في العضلات طب ليه أنا لو بشرب مشروبات غازية أو عصير طعمه مسكر. إما يجا شرب مياه أكيد ملهاش طعم. أكيد. فعش كده بنقول الحاجات دي تتقنل جدا مش هنحرم الولاد. بس بيبقى فيه تقليل يعني مثلا تشرب عصير مرة مرتين في الأسبوع. في حاجة اسمها عصير طبيعي. وبرضو العصير الطبيعي مش بذيل للمياه برضو. يعني حتى لو فيه فوائد غير العصير نشرب مياه برضو. كتر ومضر برضو يا مروه. طبعا بتاخر. أنا لو شاب سكر وبقى خدش أليافه. بزبط. فصعرات عليها جد. أنا بقول بس أحسن ما أخد عصير اللي هو المعلب اللي ما فوش فايدة خالص. مياه بسكر بس. فمهم جدا جدا جدا. هنرجع تانية منا ونحط نفسنا في نفس النقطة. وعي البيت وعي الأم والأب هو اللي بيمشي الولاد في الطريق الصحي. هقول لهم تلت حاجات اللي لازم تتعمل ليهم ولينا ولكل حد. عايز أقطعك عشان ده آخر سؤال. قول لنا أكل صحي مش غيلي. الناس كلها تعرف تاكلوا. أكل موجود في بيوتنا على مختلف مستوى. طيب. هقول أول حاجة عشان مش غيلي دي بديل البروتين. لأن الولاد محتاجين بروتين مهمة قوي. وإحنا كمان محتاج بروتين لأنه بيزود الحرق وبيشبع مدة أطول البقول. كل الأمراض بيقول لك البقول مرتين ثلاثة في الأسبوع مفيش فيهم. فول عطس حمص فاصوليا بيضة. لوبيا كل الحاجات دي مهمة جدا. لنا واللاد كالسيم وبيتامينات ومعيدن. الخضار والرز جنبيهم السلطة لو في بروتين حيواني متيسر يبقى معهم. الألياف الكتير بتمنع ان الرز أو الماكرونة يرفعوا السكر في الدم بسرعة. الألياف اللي في السلطة والخضار. أظن أرخص حاجة موجودة السلطة والخضار. ناكلها مع النشوية عشان تقلل من انتصاصها شوية وتشبع مدة أطول. لو معهم بروتين حيواني وده بنفضلوا مرتين لتاتة في الأسبوع عشان النموذ صحة للأطفال. وعشان إحنا كمان يبقى ياريك جدا. المياه كمان مهمة قوي. بالذات قبل الأكل بتقلل شوية من كميات الأكل اللي بنكلها. أكيد. نشكرك يا مروة شرفتين ونورتين. دكتورة مروة نوح استشاري التغذية ألا لاجية. ألف شكر ليكي.